في الفترة اللي فاتت دي ايه التطور اللي حصل بالنسبة لربطة الاندية يعني لما ربطة الاندية بقت هي مسؤولة عن الدوري العام ايه الفرق؟ خلينا نقول ان ربطة الاندية تأخر انشاءها في مصر جداً كان فيه عندنا محاولات الاول في لجنة الاندية داخل الاتحاد المصري الكرت القدم او كذا لجنة على كذا موسيق ولا كانش لها القرارات انها تكون لقراراتها نائية كالتوصيات لمجلس قدارة الاتحاد كل الدوريات المحترفة في العالم بتعمل رهابط فكرة ربطة الاندية دي هي بتمثل الاندية يكون ممثل فيها عن الاندية والاتحاد المحلي للبلد عشان يقدر يعلي من قيمة الفاليو بتاع بطولات الاندية يقدر يزود من مدخيل الاندية ينظم البطولة طبقاً للماشي والسيستم اللي في العالم يطور من منظومة الاندية لانها صنعها احنا الحقيقة اول سنة كان عندنا طبقاً لللايحة الجديدة لاتحاد المصري الكرت القدم الربطة بشكلها النهائي كان السنة دي ففي اول الموسم تم انتخاب ربطة الاندية من الاندية الدوري الممتاز وانتخبت الاندية ممثلينها خمس ممثلين عن الاندية واثنين ممثلين عن التحدي الكرة المصري والحقيقة اتشرفت بمزملتهم وكلهم قامات كبيرة اللي هو صفي كابتن عمد متع بنائب رئيس الربطة اللي هو صروط كابتن عمر حسين دكتور شريف صالح ودكتور خالد رفعت وابتدينا عملنا مع بداية الموسم كان عندنا تحديات كتيرة جداً السنين لان حاجة بقالنا أربع سنين الموسم الكروي في مصر متلاحم ومتأخر ما احنا بنلعب برا مواعيد العالم فبالتالي فيه كانت تحديات كبيرة ان انت عاوز ترجع للطبيعي او ترجع للمزبوط عندنا كان الموسم ده فيه متين يوم توقفات ما بين توقفات للمنتخب تصفيات كاس العالم وبطولة الأمم الأفريقية وتصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية الجاية وما بين أربع عندها مصرية بتمثل الكرة المصرية في البطولات الأفريقية قبل ما تكمل هو دول العالم كلها يعني مثلا ريل مدريد برشلونة منشستر يونايتد منشستر سيتي كل الدوريات العالم مش عندهم نفس الالتزامات دي عندهم عندهم الالتزامات القرية وعندهم الالتزامات الأندية اشمعنا احنا يعني ليه ايه الفرق بيننا وبينهم بقى ليه احنا عندنا الموضوع بيطول خلينا نقول فيها فرقين الفرق ان البطولة أمم الأوروبية يعني موعدها بتكون مناسبة جدا اللي بداية ونهاية السيزن ما بتجيش في نص السيزن زي عندنا في أفريقيا عندهم الانتقالات ما بين أوروبا تقدر ان انت تروح في 24 ساعة وترجع تلعب على ثالث يوم ولكن احنا عندنا الانتقالات في أفريقيا صعبة جدا زائد ان احنا عندنا زي نقول الحقيقة أربع مواسم فاتوا بنلعب بره موايد العالم فبالتالي صعبنا على نفسنا الموضوع المسلم اللي تأخر جره رواحد بنتأخره رواحد فاحنا متتابعين عشان كده يمكن لما فور انتخاب الرابطة لما عادنا مع الثمنتاشر نادي قدمنا لهم ثلاث اقتراحات لشكل الدوري هذا الموسم وقلنا نعمل موسم استثنائي نعدي به التراكمات عشان نقدر نرجع لمواهيد الطبعي ترجمة نانسي قنقر